تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأعرب سموه خلال الاتصال عن أصدق تعزيه ومواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باستشهاد ضابط وفرد وإصابة عددا من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأدياتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل كما أعرب عن أصدق تمنياته بالشفاء العجل للمصابين وقد عبر سموه عن شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة على صادق مشاعره المعزية والمواسية في شهدي الواجب رحمهما الله